بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الجمعة حياكم الله أحلى يوم الرد على الأسئلة والتعليقات لكن أرجوكم إذا عندكم طفل أو حد خلوه بعيد لأن هذه الحلقة رح أعرض فيها صور صور يعني صراحة خليعة ولكن من بعض فضح أعداء الإسلام والأنجاس اللي شغالين مطبلين ولشغالين مدافعين عن الظلمة فأرجوكم تبعدون الأطفال عن هذه الحلقة عزاء المشاهدين خلونا نبدأ بله عليك يا دكتور اذكر تعليقي هذا بكرة أنا متابعك من اليمن وأحب تذكر اسمي وتبلغ سلامي لك ولجميع مشتركين قناتك الطيبة وربنا يوفقك ويسعدك دكتور عبدالعز أخوك أبوك أهلان الحاج من اليمن حياك الله أخوي أبوك أهلان والله شرف وفخر لي أنت أهل اليمن أحبك في الله لأنك صريح وجري متابعك أحمد علي القاسمي من اليمن محافظة ذمار حبيبي حبيبي أخوي أحمد شكرا على هذه الرسائل الطيبة وجزاكم الله خير هذه ماريا مجاهد ماريا مجاهد تنتقدني عن الحلقة اللي أنا سويتها يوم الجمعة اللي فاتت اثنينها علقوا تعليقات ويشتموني ولا تدخلوا المغرب وواحد قالوا الله المغرب دولة كافرة وعلمانية وأنا رديت عليهم عطيتهم من العصير عطيتهم من العصير على قولة أخواننا المغاربة فهذه إيش كاتبة ماريا أنت رجل غير محترم لأن كلامك غير محترم أن من يكتب إليك تلك الرسائل ليس مغاربة من يقولوا هذا الكلام ليس مغاربة وأنت تعرف ذلك لأنهم يريدون أن يبينوا أن المغاربة ليس لهم أخلاق يا ماريا أنت لما سمعتيني أتكلم في الحلقة الماضي أنا قلت مغاربة ما سمعتيني قلت أن هذول متصهينين وقلت هذول مستحين يكونوا سمعتني أو لا سمعت يا ماريا ولا أنت أيضا تبيني سوين فتنة حشو ما عليكي حشو ما عليك يا ماريا أنت أكثر واحدة تشوفيني أنا أكثر واحد يدافع ويحب المغرب ويزور المغرب وتأهل المغرب على راسي وتيجيني تقولي لي أنت شخص غير محترم كوزينتك كوزينتك يلا على كوزينتك صوبي المسمن ولا عملين أنا طاجين أحسن لك تركي عنيش تعليقات التافأة هذه كانك احترم نفسك أنت رجل غير محترم غصبا عنيش شو ما عليكي والله تقولي لي أنا قايل تسمعين ولا أنت كنتي في الكوزينة يعني ما كنتي مركزة أني أنا أقول هذول مش مغربة هذول متصهينين هذول يبقون يسوون فتن سمعتي ولا أنا سمعتي لح حول لا قتل بالله العلي العظيم عموما أخواني الأفاضل في واحد شوفوا شوفوا يدي أخواني الأفاضل في واحد حذاء من الحزب الكوهيني ذبابة من ذباب الحزب الكوهيني أنا أحيانا لا تفكرون بس تعايي وأرد وأتكلم وفي ناس تقولوني والله أنت ليش لأنه أنا أقرأ البروفايل وعلى مدى فيديوهاتي أتابع بعض التعليقات أعرف مين هذا أعرف أن هذا نجس وقذر عموما أخواني الأفاضل ذبابة ذبابة وخنزير من خنازير الحزب الكوهيني والمطبلين للحكام وشمام لكلاسين الحكام فوالله لما أتتبع بروفايلهم دائما وقنواتهم تحس أنهم معظمهم ناس تافهين معظمهم ناس صايعين وهم يختارون مين هذول الصيع الضيع البلشتية بـ 500 ريال يختارونهم فأنا اخترت واحد منهم والله يعينك صراحة الدور يا عليك واحد أمسمي نفسه إبراهيم الدوسري هذا هو إبراهيم الدوسري لا وحاط بعد شعار المملكة عموما أهل المملكة بريئين منك وأنت لا من الدواسر والدواسر بريئين منك لأن أنتوا أشكالكم أنا عرف تحطون قبائل على مزاجكم تغيرون أسماءكم وتبينون للناس أنكم أنتم يعني أنه من أهل الخليج ومن قبائل محروفة فهذا في كل فيديو يدخل ويستهزئ ويسب ويجتم يعني من تعليقات آخر من يتكلم عن الإسلام يا بوحطبة خل أهل دين وهم يعرفون يردون يعرفون الخبيث أما أنت فيك خير تكلم عن أجدادك الفرس ومرة أيضا في تعليق ثاني يقول أجدادك الهنود عموما تعليقات عديدة يا كذاب من أنت حتى ينظر لك الملك يعني أنا مشو أحترم المشاهد عموما هذا يعني تعليقات عديدة ودائما بس أنا الهدف مو بهذا هذا ولا 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 يهز شعره لكن أبا أبين لكم مين يشتغل ذبابة ومين يشتغل خنزير وحذاء للحكام ويدافعون عن الباطل للأسف هذول أنجاس يدافعون عن الباطل أعزائي المشاهدين هذا النجس اللي يمسوي نفسه شريف ولا تتكلم عن الدين واللي دائما يعني يمسوي روح أنه بطل من الأبطال ودائما يعلق أنه يعني يدافع عن الحق أو هرهيك إبراهيموه إبراهيموه مساميه نفسك من الدواسر الدواسر بريئين منك يا نجس هذا النجس طبعا أول شيء إخواني الأفاضل ما في فيديو عفوا ما في قناة من قنوات المذيعين اللي يطبلون ويزمرون حق التطبيع مع الصهاينة والأحذية للحزب الكويني إلا هو مشارك فيهم وهذا دليل إيش؟ إنه دائما يحط تعليقاته من أجل الترويج للباطل والدفع عن الحكام الأنجاس القادرين العملاء للصهاينة فسبحان الله كل القنوات اللي فيها المذيعين أصحاب التطبيع والتزمير امشاركوا إياهم من أجل إنه يروج لهم كذلك دنت على حقيقتك واسمحوا لي إخواني الأفاضل على عرض هذه الصور لكن لابد أن نحن نوريكم نوعية وأخلاقيات وسلوكيات هالأنجاس شوفوا شوفوا القنوات اللي هم شارك فيها شوفوا معي عزكم الله عزيزي المشاهدين هذه قناة يعني وأرجوكم لحد يدخل هالقنوات أنا بريء من أي إنسان يدخل هالقنوات لكن أنا بوريكم نوعية وأخلاقيات وسلوكيات الذباب الأكتروني شوفوا القنوات اللي هم شارك فيها شوفوا يكون لكم فن الإغراء قاتلك الله شفتوا شفتوا معي عزيزي المشاهدين الصورة هذه حسبي الله نعم الوكيل شوفوا شوفوا الفيديوهات اللي تابعها إبراهيموه إبراهيموه شوفوا الفيديوهات كلها خلاع أول شيء أنت إبراهيم تسوي العادة السرية ولا لا أطر لشلك صابونة هدية ولا لا حسبي الله على إبليسك ولأنك أنت طفل جت لكم قبل كلهم طعش معاش شوفوا شوفوا دكتورة خلود دكتورة خلود قدرك قدرك الفاشينستات قدرك الفاشينستات تسوي اشتراك عندهم إبراهيموه شوفوا 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 بطاطا بيلاروسية نعم نعم يتابع البنات يحب البنات يحب الخلاع شوفوا شوفوا هذا الفيديو من الفيديوهات اللي هو تابعها إبراهيم شوفوا حمام لا مساج مساج من البيلاروسيات تب البيلاروسيات سوى لكم مساج ليش ما تروحوا كراني هناك في حرب روح خلي سوى لكم مساج عدل شوفوا هذا النجس اللي سوى نفسه يدافع عن الحق ويتهمني نانا يعني وانا اقول لكم طفل طفل من هاي عائلة اكرم قدرك الاطفال اتابعهم يا نجس يا ذبابة بخمسمائة ريال قال لكم اعزائي المشاهدين وهذه واحدة ايضا ما عارف واحدة فاكنستة امريكية ليز مدري مين يتابع يحب الخصر ويحب البنات العراية واسمحولي اخوانا الافاضل على هذي الصور شوفوا الفيديوهات اللي تابعها كلها خلاعة وقنوات مسوي اشتراك فيها ابراهيم اوه مسوي روحك من الدواسر قاتلك الله يا نجس شوف شوف تعال تعال عندي علق انا وريك اوري اشكالك روح العبع بعيد يا نجس شوفوا شوف الفيديوهات هذي كلها هوت ووتر شور تحبت شوف البنات وهم يساولوني شور شوفوا الفيديوهات اللي كلها بنات عراية انت يا نجس دي تتكلم معاي انت يا حذاء يا قذر يا يتعلق عندي وتتهمني في شرفي في أخلاقي وتطعم فيه شوفوا شوفوا أرجوكم أرجوكم أعزائي المشاهدين قناة يوغا قنوات يوغا وكلها بنات عري في عري وأرجوكم آسف جدا شوفوا شوفوا الشي تابع أرجوكم شوفوا 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 البنت العريانة هذي حسبي الله نعم إبراهيم آه إبراهيم آه راح يا حبيبي روح بيعبصل أنتو يا الأنجاز قيل لكم أخواني يعني أنا أخوكم لما تكلم لك فكرونا تكلم من باب الجهل ولا من باب أني أنا إنسان لا أفهم ولا أفقه أنا إعلامي يا حبيبي من أخواني من يعني من 2007 وأنا في الإعلام وفي المجال الاجتماعي والمشاكل وسؤالي في الشباب من 28 سنة الآن أنا كملت 20-22 كملت 28 بفضل الله 28 سنة في المجال يا أنت يا طرطنقي يا نجس يا تتكلم عندي روح نظف نفسك من الحرام ومن الفيديوهات القذرة يا بلعادة سرية استحوا على دمكم تدافعون عن الحكام الظلمة تدافعون عن الناس اللي يكفرون تدافعون عن التطبيع والله كثير منكم كفروا بالله كثير من التعليقات أخواني الأفاضل فيها الدفاع الصريح عن الكفر منها الأنجاز بـ 500 ريال تبيع دينك عشان 500 ريال يا نجس قاتل الله المنافقين مثلك روح يا حبيبي عموماً أخواني الأفاضل أيضاً الحلقة اللي سويتها من يومين وتكلمت عن المطاقع الملاحدة اللي يستهزؤون بالدين ويستهزؤون بالرسول واستهزؤوا بحادثة المعراج فيه تعليق جداً جداً مؤدب وخلوق من واحد إحنا المؤدب نتأدب معاه المهم شي يقول هذا أسمعه علوش علوشي علوشي أسمعه عزيزي المشاهدين طبعاً الحلقة كانت قوية وتلفظت فيهم بألفاظ يستحقون أخواني الأفاضل معها والحلقة على علمكم كان فيها رد علمي رد علمي ردك يكون بالجزمة لما تتكلم كويس وبهدوء وبالمنطق والحجة حلو كلامك حلو يا علوش علمهم معاك يا علوش أما هذا الأسلوب تهزئ نفسك وتصير أرقوز وعلفاظي ما حد تراجع الرأية بعد كلامك على فكرة نعم الأسلوب كان قاسي نعم أنا اعترف يعني حتى ردك قال ولا حتى ربك ربك طبعاً هذا ملحد علوش لكن رسالته حلوة مؤدب حتى ربك قال ولا تسبوا الذين يدعونا من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ملحد وعلمك بدينك شكراً شكراً يا علوش أنك أنت تعلمني بديني عموماً كلامك حلو كلامك حلو يعني لابد أن نحن نرد بالحجة والمنطق كلامك طيب عموماً خلونا نمشي مع علوش شوي إيش كاتب بعدين؟ ليش المسلمين يشتمون بشرف وعرض من لا يتفق معهم بإيمانهم نعم نعم نحن نسب ونشتب مع نعم يعني أنت إنسان أنا أنا كنت قاسي أنا احترف أنا كنت قاسي وبالعكس رسالتك حلوة ونتو تقول ليش أنتو يعني تسبونا ليش أنا أسبك؟ معاك وراك وراك يا علوش أيضاً كاتب تعليق نريد إخراجكم من الظلمات إلى النور حلو حلو علوش كلامك طيب بالعكس أنا ما عندي مشكلة خلونا نمشي مع علوش اللي قاعد يعلمني الأدب والأخلاق ويتهمني ليش أنا أسب وأشتم علوشي علوشي من أسمك أسمك خنيف أصيل ملك الخلوثة أنت قاتلك الله إيش كاتب علوش يقولون أن حمودي صلى الله عليه وسلم ربط حصانه المجنة عندما نزل يجيب سجاير قبل ما يصعد فوق ها 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 تبيني يكون مؤدب معك في عليك يا قلب في عليك يا نجس هذا أسلوب علوشي والله أنك ملك المخنفين أنا معاك كلامك حلو لكن شوف هذا الأسلوب لما تستعزئ يا قرد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما لك عندي والله إلا الجزمة ما لك عندي إلا أبول على وجهك جاي أنت تقول أتكلم بالمنطق وليش أنت ما تتكلم بالمنطق ليش أنت ما تسأل بالمنطق يا نجس عرفتوا أعزائي المشاهدين ليش أنا تعامل معاهم بهذا الأسلوب يرضيك أنت يا مسلم تسمع هذا الكلام لما يجيك ملحد وأنا قلت قلت بس فيه ناس ما تركز قلت أن الملحد الأجنبي تحترمك إنسان لأن ما يشتم دينك ولا يشتم الرسول ولا يشتم الله يسأل بأدب أنت يا علوشي يا كبير المخنثين لو سألتني بأدب بارد عليك بأدب لو سألتني أنه هل ما يعقل وأنا بارد عليك بأدب لكن تضحك حمودي تسمي رسولنا تاج راسنا محمد صلى الله عليه وسلم حمودي يا كلب وتبيني أنا أسكت عنك وتعامل معاك بأدب والله لو أنت قدامي لحطك على الأرض وادعسك تعس يا نجس حمودي وراح يشتري سقاير تتكلمون بقلة أدب واتطالبون أن نحن نتعامل معاكم بقلة أدب افهموا أخوكم أنت يا مسلم يالي تتابعني يا مشاهد يالي أحيانا تقول لي تقول لي عبد العزيز وألفاظ شوفوا سلوبهم شوف أي شي يقول عن نبيكم حمودي قاتلكم الله يا نجس خلني أمشي معاك يا ملك المخنثين علوش علوش شوفوا شوفوا المعراج وغيرها من القصص لا تجدها ألا في الرسوم الكرتونية والأديان أنت تضحك وتستهزئ بديننا وجاي يتعلمي تقول لي أتكلم بالمنطق أي منطق يا بمنطق يا تطفي عليك يا كلب بمنطق يقول لي قاتلك الله يا منافق يقول لك حمودي ينزل يشتري سقاير ويقول لي ليش ليش تسبونا ليش ما تتكلموا معنا بالمنطق والأدب لما أنت تتكلم بالأدب لن تجد عندي وغيري من المسلمين إلا الأدب لكن ملك المخنثين إيش نرد عليه بسيخ حامي يدخل في خلفيتك القذرة العفنة قال علوش يا سبحان الله أساميهم كلها مخنثين شبه لكم بعدين في الحمام تمرسون فعل قوم لوك أيضا أخواني الأفاضل الحلقة اللي سويتها أمس عن روسيا والأمريكا يعني أخواني الأفاضل أرجوكم لما واحد يعلق يا تسمع الحلقة عدل يا تفهم الحلقة عدل يا لا تقعد تتعلق هالتعليقات يقول لك أنت تدافع عن أمريكا وأنت ولائك أنا دافع عن أمريكا أنا أكثر إنسان يسفل بأمريكا ويفضح سياستهم ويفضح سياسة الغرب ليش أنا سويت حلقة أمس يا أخي ركسوا أخواني الأفاضل أنا أكلم لبعض الآن الهدف الهدف أنه الآن في مسلمين طالعين قلوبهم مع بوتن إن شاء الله ينتصر إن شاء الله لأننا وصلنا من التنبلة ما قمنا نجاهد سر نبي الغرب يقضي على بعض سر نبي الغرب والروس يقضون على بعض لأننا نفتك منهم أنت تفتك من شنو أنت يا حبيبي افتك أول شيء من حكوماتكم الظالمة فلت قولوني كلام أنا ما قلته أنا قلت أمس روسيا وأمريكا والحزب الشرقي والحزب الغربي وتكلمت عن الروم والفرس كلهم أعدانا وأنا قلت في البداية تكلمت عن إجرام الصليبيين وإجرام أمريكا وتكلمت أن أمريكا مجرمة وقلت أمريكا لكن قلت أن من أشد أشد على الإسلام قلت أن روسيا أجد على الإسلام ففي بعض الناس ليش ما تكلمت روح جوشو أمريكا شوان أجر ما في العراق روح جوشو أمريكا شوان أجر ما في بيتنا يعني أنا تابوني يأيب لكم تاري يعني قاعد أنا أصوي الحلقة لمدة ساعة كلامي مفهوم أخواني الأفاضل فعموما الأخ محسن سمرقندي واحد من المتابعين جزاها الله خير اعذرني أنت قطري وجالس تمدح لما يريده بلادك وهذا لا شك فيه يعني دام بتقول كلهما مجرمين ومجرم بقاتل مجرم أنت ليه تبغي قلوبنا تميل لطرف على طرف ليش ما تقول الله يهلكهم كلهم وخلاص لأن قطر الحليفة الاستراتيجية لأمريكا تبغي كذا يعني أنت يا محسن أنا ما بيغلط عليك لأنك أنت من المتابعين وأنا من الناس اللي يعزك يعني كثير من المتابعين أنت تتهمني أني أنا إيش تقول الحكومة الاكترية أنا أقوله لأن الحكومة حليفة الاكترية لأمريكا فأنا مع أمريكا ضحكني يا محسن ضحكني يا محسن أول شيء أنت ما تتابعني ما تشوف أني أنا أكثر من يفضح الغرب وأكثر من شتم ترامب وأكثر من فضح مخططاتهم أنت تتابع ولا ما تتابع يا محسن هذا واحد أنا أدينك باعتذار لابد أنك أنت تعتذر ثاني شيء أنت تقول لي والله اللي تقول الحكومة الاكترية أنا أقوله أول شيء هذه تتهمني اتهام خطير أن أنا إنسان عميل وأجير لكن أنا راح أخليك تعتذر إذا أنت فعلا فعلا تتحلى بالشجاعة أنا شقلت في حلقة أمس أنا قلت أن الحزب الشرقي والإمبراطورية الكسراوية من ضمنها وتكلمت عن إيران وتكلمت عن حكومة إيران وش قلت عن حكومة إيران أنا أمس حكومة إيران خطر على الإسلام وحكومة مجوسية خطر على الإسلام وهذا الكلام دايما أقوله إذا أني شرايك يا محسن أن رئيس إيران أمس لما صورت الحلقة قبلها بيومين كان موجود في قطر تعرفوا لما تعرف يا محسن إذا أن أنا ليش ما سكت عن إيران مش من باب أولا أسكت عن إيران ورئيس إيران موجود في قطر من يومين ليش ما قلت أني أنا عميل حق الحكومة القطرية ليش أنا سكت عن الحق أنا أدينك لأنك أنت عزيز علي تحلى بالشجعة واعتذر الإنسان العميل حق بلاده والأجير بيقول طال عمرهم الحكومة الإيرانية رغم أنه زار قطر رغم أنه زار قطر أنا طلعت أمس وقلت عن حكومة إيران حكومة مجوسية وخطر على الإسلام ولازلت أقول هذا الكلام عموما لا أريد أن أطيل في الموضوع بالنسبة لكلامي عن حلقة أمس أنا أقول راهي أن المعسكر الشرقي خطر على الإسلام أكثر من المعسكر الغربي وبالتاريخ وقلت لكم قلت لكم أن حتى كسرة والروم الروم كانوا أقل عنفا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسائل إلى الملوك إيش سوى كسرة مزق كتاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكن هرقل الروم كلهم أعدانا وأكرر هذا الكلام لكن هرقل الروم قال لأبو سفيان لو كان رسولكم أمامي لغسلت قدميه تسمع الكلام ولا لا فهذا شيء تاريخي المعسكر الشرقي من التاريخ أشداء وعدواتهم للإسلام أكثر من فأنا قلت أكثر ما دلت أولا للأمريكان حبايبنا نعم حتى مقوقس مصر اللي كان ملك الأقباط رد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهداه ماريا القبطية النجاشي رده كان والنجاشي أعتقد أسلم الروس لعلمك يا محسن ولكل من انتقدني الروس لو لا فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهاد الأفغان لكانوا احتلوا أفغانستان ثم احتلوا باكستان ولعلمك كان عندهم مخطط حتى يحتلون دول الخليج هل تعلم ذلك ولا لا هل تعلم أن الآن بوتين التقارير تقولك أن بوتين يريد إعادة الإمبراطورية السوفيتية مرة ثانية ويريد احتلال كل الدول اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي فأخي الكريم لحد يجيني يقولي والله انت يا أخي افهموا شي يقول أخوكم شوفوا تاريخي المعسكر الشرقي ولا زلت أقول أخطر من المعسكر الغربي وأنا بختم رجل أن فيه ناس تتهمني وفيه بعض الناس يقولك والله طائفي طائفي سبحان الله أتكلم عن حكومة السعودية كلني خيط حلجة أتكلم عن الدول كلني خيط لما أتكلم عن حكومة إيران طائفي معني أنا ما جب طاري شيعة وسنة لكن سبحان الله فيه ناس نقص في قلوبهم وأنا بختم وراح أقضي على كل من انتقدني في هذه الحلقة أمريكا أمريكا ولازلت أنا لا أدافع عن أمريكا ولكن الحق يقال روح أمريكا مئات المساجد للمسلمين مئات المساجد للمسلمين في الدول الأوروبية طهران طهران ما فيها مسجد واحد للسنة إيش رأيك تعالي تعوب تعالي الانتقدوني تعالي الانتقدوني يفهموا أنا أشياء بوصل لكم طهران لا يوجد فيها مسجد واحد للسنة ويقال يقال يقال أن افتتح مسجد مؤخرا بعد ضغط شديد من أهل السنة لأن طهران فيها مليون سني تخيل مليون سني ما فيها أي مسجد وفي النهاية الحكومة إيران تقول لك والله إحنا إحنا ندعم الإسلام والمسلمين إذن ليش ما تسمح لأهل السنة أن يفتتحون مسجد في شوفوا شون أنا قاعدة انتقد الحكومة الإيرانية رغم أن رئيس إيران يا محسن جاء زار قطر من يومين فالحمد الله بالعالمين أخوك أنا ما أقول والله أني أنا ملاك لكن لا تجي تتهمني وتقول والله مع أنك أنت من المتابعين تقولي والله أنا كنت عميل حك حكومتك ولي تقول حكومتك أنا أقوله لا يا أخي ما أقول اللي تقول لحكومتي شراحي هك لكن أنا أتحداك وأتحدى ألف وحد يقعد في بلاده وينتقد بلاده مثل ما أنا قاعد أنتقد الآن فإذا أنت فعلا تتحلى بالشجاعة انزل واعتذر عن تعليقك هذا عموما إخوان الأفاضل والله إخوان الأفاضل اسمحوا لي تعليقات عديدة طبعا هناك في كثير من الناس اللي يقول لك ما شفت أمريكا شلون قتلت الملايين في العراق وأفغانستان أنا تكلمت يا حبيبي قلت قلت أنها قصفت قلت في الحلقة أمريكا قصفت أعراس وقتلت الأبرياء ما أقول بس أنا قاعد أقول لكم من اللي عنيف أكثر وشوفوا شون تدمير سوريا من قبل الحكومة الإيرانية ومن قبل الروس دمار مش طبيعي مش طبيعي وفي ناس دعم أمريكا خزت العراق يا أخي وسوت الجرائم وألقت القنبلة لها يعني كثير من وبعدين أخواني الأفاضل ما عليك سمحوا لي أنا والله زرت زرت المجر لما كانت تحت ظل الشيوعيين في الثمانينات أنا زرت المجر وزرتها مرتين وقعت فترات طويلة في المجر أخواني الأفاضل والله إن الناس عايشين في معتقل النظام الشيوعي هذا نظام اقروا تاريخهم دموي قتل تعذيب هل تعلم أنه في التحاد السوفيتي قبل ممنوع من يجدون عنده أغنية 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 لو لقوا عنده أن يسمع أغنية أمريكية وبريطانية يعدم روحوا شوفوا الصين الآن الصين شوي بدت تتليم أعدامات رهيبة في الصين شوفوا هذا أيضا من عضاء الحزب المعسكر الشرقي رئيس كوري الشومالي شلون يتعامل هذول ناس يعني عاشوا حياتهم بقتل الشعوب وشوفوا ستالين وشوفوا تاريخ يا ناس معسكر الشرقي يعني عنيف 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 بصورة مش طبيعية والله أنا لما كنت في المجر الناس مثل الروبوتات ما يفكر ممنوع يفكر قم الصبح روح دوامك ودوامك شنو ملك الحكومة نظام اشتراكي وشيوعي فلا يعني احنا لابد ان الحقاق هذه نتكلم فيها هدفي في ناس احنا نسمعهم الآن يا عرب انتصر بوتن ياخي لا تدعي له ولا ما اقولك تدعي لأمريكا بس حط في بالك ان هذا اللي انت تتمنى ان اخطر عليك اكثر من اوروبا وامريكا فهذا الهدف اسمحوا لي ان اطولت في الحلقة اليوم اخواني الافاضل والله الاسئلة كثيرة حفظك الله ورعاك دكتورنا العزيز والغالي على قلوبنا اتشرف بذكر اسمي في حلقة الرد على التعليقات محبينك من اليمن السعيد اخوي ماهر غلاب حبيبي اخوي ماهر على راسي شوفوا شوفوا هذا ايضا من الانجاس المخنثين اللي يقولك ليش ما تتكلم بأدب وفي ناس في واحد من المشاهدين كتب يا عبد العزيز جادلتهم بالكتاب والسنة مش بالسب والشتام حبيبي هذا ملحد لا يومن بقرآنك ولا يومن بنبيك اي كتاب والسنة اللي يا جادلة خلنا نعطيكم هذا المثل اخلاقك شوفوا شوفوا زعلان زعلان اخلاقك اسمها قناة الحقيقة الدولية اخلاقك تعكس دينك يا ابو معراج والاناء ينضح بما فيه زعلان اني انا شتمتهم ايش كاتب فوق الله طلع وكيل سفريات البغل الطائر ها 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 شرايك يا مسلم تعال تعال يا مسلم ياللي أنت تقول لي وأنت يا مخنث يا وكيل الحقيقة الدولية لا والله أنت وكيل الخنيثة الدولية هاي هاي أنت وكيل الخنيثة الدولية قاتلكم الله يا أنجاس يا مخنفين شوفوا شون يستهزئ الله طلع وكيل سفريات البغل الطائر لا لا أضحك له تعال أنت يا مسلم أضحك له هاي وصفق له شرايك شرايك تتهموني أنا أني أنا وعنيفوا وياهم والله لو الواحد يشوفهم بس لا تشوفون العنف الحقيقي قاتلهم الله ما أنجسهم الواثق بالله أخوي الواثق بالله السلام عليكم دكتور الصراحة مواضيعك هادفة ومهمة لأنها ضرورية لتوعية الناس الصراحة أحد من أهلي يتهمني بالإرهاب لأني أتابعك ويقول عنك إرهابي ومدلس حسن جدا وأتمنى أن تعرض سؤالي في التعليقات محبك وأبوسك على راسك وهذه بوسة أيضا مني على راسك يا الواثق بالله يعني يا أخوي اشتبيني يا رد عليك إذا أنا في أهالي والله إذا كل يوم واحد وأيضا راح أرض لكم رسالته يقول أبوي وأمي يكرهونك لأنك تحرض الشباب على الزواج أبوك وأمك يكرهوني لأنني أنا أحرض الشباب على الزواج لو حرفتم على القوادة شب يصير فيني لو حرفتم على فعل قوم لوط شب يقولون عني ولكن سبحان الله أن المنافق والله فعلا أخواني الأفاضل أنا من زمان يتهموني يقولك يحرض الشباب على الزواج قاتل الله النفاق صار الزواج تهمة صار الزواج عيب في هذا الزمن كذلك هذا يقول أن والله واحد من أقاربك يتهمك بالأرهاب وأنك مدلس أنا أفتخر أني أرهابي إذا أنا كلامي بفضل الله سبحانه وتعالى بما قال الله وبما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبما يرضي الله ورسوله فأنا أفتخر أني أرهابي أفتخر أني متخلف أفتخر أني أنا خذوا يقولوا عني ما تريدون ولكن ولكن اللي اللي رجال يرد يرد على مقاطعي أنما أخوانجي قطرائيلي أجدادك فرس ومدري إيش ومجوسي ومن هالكلام وتكفير هذا كله كله كلام أنا قطة في الزبالة عندك شيء مبعاجبك عندك شيء يزعلك رت علي أنما هذا واحد يقول وكيل سفريات ويقول لك والله محمد ينزل يشتريه واستغفر الله العظيم لا 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 هذول ما تعامل معهم إلا بالجزمة والله إخواني الأفاضل أنا كنت محضر أكثر من 15 سؤال ولكن حسبي الله نعم إبراهيموه برهومة أبو خليه الوحدك يا حذاء شفت صور شفتوا اللي يشتغلون مع الحزب الكهيني شفت الذباب الإلكتروني مستوياتهم أرجوكم أيضا قدم اعتذاري لا لحد يجين يقولوا أنت تعرضوا الصور خليعة أو شيء لا والله استغفر الله العظيم لكن الهدف أبا وريكم شوفوا أخلاقيات وسلوكيات أعداء الله ورسوله أتمنى الرسالة تكون وصلت 29 دقيقة ما كملنا 30 دقيقة إن شاء الله نشوفكم في الجمعة القادمة شكرا